حتما تبحث غرف القرار الحكومية عن ضخ دماء مجالس المحافظات بعد غياب أرغم عليه العراق لنحو عقد من الزمن بفعل انقطاع أنفاس المرونة الديمقراطية وتعميم نزعة التنافس المبني على سباق الكراسي فيما مضى عمليا تدرك مفوضية الانتخابات ضرورة التكتيك الانتخابي الذي يرسم صورة النزاهة في إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الثامن عشر من كانون الأول من العام الجاري أركستر العملية الانتخابية عزفت بجديد في الساحة العراقية على يد المفوضية إذ أعلنت عن نصب آلاف الكاميرات لمراقبة مرحلة الاقتراع وما عليها للوصول إلى شفافية ونزاهة تحقق الهدف المنشود في صناعة مجالس محافظات مقنعة للشارع العراقي وهنا تحديدا تصمم الحكومة على الخروج بنتائج تحقق أهداف برنامجها الوزاري بإنجاح عملية انتخابية لا يشوبها شائبا من عيار المال الأسود أو لقوع في مصيدة التنافس المبني على أساس تقاسم كعكة المصالح والنفوذ المفوضية أنجزت في مشوار المحاكات الانتخابية نجاحا مؤكدا بحسبها مستعدة بموظفيها ومقار اقتراعها الموزعة في المحافظات ومسجلة إنجاز الكاميرات الذي يقرئ في أرويقة الرسمية بمذاق التفاؤل بإجراء انتخابات تعكس رغبة الشارع العراقي أو تحرك هذا الشارع نحو ثقة أكبر من تلك التي فقدت عشية نتائج انتخابات البرلمان العراقي وحتى اللحظة لا أحد يعلم ما الذي يدور في ذهني دوائل القرار من حيث المفاجآت التي يتوقعها طيف واسع من سياسيين ومراقبين علها بحسب ناشطين مفاجآت ترفع معيار الإقبال الانتخابي المتكافئ في شتى المحافظات